انا بصراحة مش فهم ايدي لي عمل في روحك كده صعبان علي يا مين وحاطف يقول لي صاحبه ما يقوليش طب كان فين صاحبه ده لما انا شلته هو صغير عيانه وقعت بيبني على سلم المستشفى وخدت الوقت على ظهر عشان هو ما اتعورش وهو كبر يا اسماعيل وهو اللي شاير روحه دلوقتي انا كنت فاكر ان انا لما اكبر وهو اللي هيشلني انا مش مصدق كلام عميد مش يمكن سعيد مستخبي في حدة وقمات بيقول كده بس عشان ما ندورش عليه فكريك كده صغفر الله يا العظيم مش عارفة بقولك ايه لا فكرك ولا فكري انت شغل نفسك بسعيد زادة عن اللزوم اه اتعيله بس ربنا سهله وسكته يا رب وانسى انسى يا اخوي وفكر في عيانك